أقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطع الصناعة لافتا إلى أن الهدف من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية هو التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة المواقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حيث تمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتغاء من المساودة الأولى للإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خلال شهر مايو المقبل